وسط غرق كبرى المؤسسات المالية الأمريكية بوحل الإنفلاس والديون هناك عضو في الجسد المالي الأمريكي لم يتأثر كثيرا بالأزمة الاقتصادية ألا وهو النظام المالي الإسلامي حتى أن القائمين عليه قالوا أن بعض المؤسسات التي تتعامل به سجلت معدلات قياسية في تعاملاتها خلال الشهرين الماضيين يوجد في الولايات المتحدة أربع شركات تؤمن تمويلا وفقا للشريعة الإسلامية ويعمل نظام التمويل الإسلامي على أساس الشراكة مع العميل وتستمر إلى أن يسدد المدين كامل ثمن العقار الذي يسعى إلى امتلاكه خلال هذه العملية يسدد المدين للدائم ثمن المنزل مضافا إليه ثمن الخدمات أو التسهيلات التي قدمها لهو البنك بعض منتقدين نظام المالي الإسلامي وصفوا هذه العملية على أنها التفاف على مفهوم الربع There are features in it that are not existent in consumer finance or regular conventional lending such as non-recourse we don't go after your additional assets in case of default also we don't profit from hardship in fact most banks and most institutions do profit from hardships where we don't do that because that's not sharia so it's beyond the price and beyond what's being charged in the marketplace التمويل الإسلامي نجح في استقطاع عملاء من غير المسلمين لما رأوا فيه من ميزات مالية لعل أهمها حماية المدين من مصادرة منزله أو العقار في حال عجزه عن سداد الدفعة الشهرية نظام التمويل الإسلامي حقق نموا على مستوى العالم وصل إلى 15% خلال السنوات الثلاث الماضية وتبلغ قيمة المؤسسات التي تتعامل بالنظام الإسلامي 700 مليار دولار واجلق في الجزيرة راستن فرجينيا